استخدام اللقب وتعزيزه ولو هي حاسة أن دي نقطة ضعفة في بنتها فهي تؤكد عليها أن دي سر جمالك وهو القانتيكس هو اللي بيفرق وتعبرات الوجه هي اللي بتفرق تمام؟ ففيه كمان إساءات وألقاب ووصوم خاصة بالحاجات العقلية وسمات بقى القدرات العقلية والزينية زي أنا أقول له يا غبي يا فاشل يا فوضوي أنت بني أدم مش منظم كمان أنا أوصفه أنه وجبان وخواف لمجرد أنه الولد مثلا لو ولد أنه سريع التأثر أو أنه عطفي فكل ده بقى بيعمل إيه في الطفل؟ بيدي له رسائل ضمنية بالرفض وعدم الكبول فبالتالي أوتوماتيك بيحصل تدني في تقدير الزيت وسيلف إيمج سلبية خلاص الصورة الزينية بتاعته عن ذاته بتبقى سلبية وللأسف الشديد لما بيجي ده من الولدين بيكون عامل زي الطفل الصغير ما بيبقاش عنده مصدر أكتر أمانا من أبوه أمه اللي المفروض بيدوله الحب والعناية والثقة في النفس فلما بيتلقى منهم النقيد اللي بيحصل أنه بياخد الحاجات دي على أنه حقائق مؤكدة لا سبيل لتغييرها فبالتالي ممكن يفضل يعاني طلع عمره من اضطرابات شديدة جدا ويقال أن في دراسات علمية تم إجراءها على سبيل المثال في جماعة أوتو في كندا دي الجماعة دي أجرت دراسة على فكرة الوصوم والإساءة للأطفال أنها بتشكل عليهم ضغط نفسي وعصبي على الدماغ فبيحصل أزى لخلايا في الدماغ خاصة بالذاكرة والتعلم وكمان تنظيم المشاعر كمان بتقلل القدرة على مهارة حل المشكلات واتخاذ القرارات فيه كمان الكتاب للكاتبة اسمها جينيفر فريزر دي عملت كتاب اسمه زبولت برين بتتكلم عن الدماغ المساء له أو المعنف بأشكال مختلفة من الإساءة أن هو بيحصل فيه تقلص في الهيبو كامبس اللي هو الحصين اللي مسؤول عن مهارات كتيرة جدا في الدماغ وأن الأطفال دول بيفضلوا يعانوا طول عمرهم لدرجة بيعانوا فقط ولا ردود أفعالهم بتختلف يعني الطفل بيرقوي وطفل تاني بيبقى اجراسف بيبقوا معرضين للإنتروفرشن اللي هو العزال أو الانتوائية بيكونوا معرضين للدبرشا للاكتئاب بيبقوا معرضين للانجزايتي الرهاب الاجتماعي بيبقى عندهم استعداد للإضطرابات الشخصية فبالتالي بيبقى عنف في بعضهم ممكن يلجأ للعرف وبالفعل بعضهم بيبقى عدواني وبيمارس يسقط العدوان اللي تم ممارسته عليه على الآخرين هل ده بيكون مورس على الأهالي فبالتبعية هو بيمارسوه على الأطفال بيسموها العدوى النفسية العابرة للأجيال إن تم تربية الأباء والأمهات بطريقة خاطئة وبالتالي بلا وعي منهم بيعيدوا استنساق الصورة دي مع أولادهم بدون وعي يئم على سبيل الهزار يئم على سبيل التشجيع المعيب السيء يئم على سبيل إنهم أثناء الغضب إن أنا بعنف الولد أو بعيره علشان حسسوا بإن أنا رفضه فطبعا ده بيؤذي الأطفال جدا وبيختال برائتهم وبالزاد الفترة الطفولة دي اللي بيتكون فيها شخصية الطفل اللي هي من فترة سنتين لخمس سنين دي بتبقى تكوين الهوية وتكوين الشخصية والكينونة بتاعته فأنا لما أتلقى رسائل في التوئيد ده سلبية عن نفسي فأنا حطلع طبعا شخص مهزوز